ارتفع عدد ضحايا زلزال المكسيك الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر إلى 149 قتيلا على الأقل وأدى إلى انهيار مباني عدة في المناطق المنكوبة من بين القتلى 21 طفلا في حين ما زال نحو 20 آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار مدرسة في العاصمة المكسيكية وبحسب بيان أصدرت سلطات الدفاع المدنية المكسيكية فإن فرق البحث تواصل بحثها عن ناجينة تحت الأنقاط وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت في تحذير لها أمس الثلاثاء أن بلدة أربوسو تابعة لولادة بوبلا جنوب الشرق العاصمة المكسيكية كانت مركز الزلزال العنيف اتزمن الزلزال مع الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لمثيله الذي وقع عام 85 تسعمائة وألف وتسبب في خراب كبير بالمكسيك حاليا الكهرباء منقطع تماما عن 40% من المكسيك العاصمة وعن 60% من ولاية موريلوس قمنا بتعزيز فرق الإصلاح لاستئناف إمدادات الكهرباء في أقرب وقت ممكن كما تم تنظيم إقامة مؤقتة لجميع المتضررين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة